من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية لواء هاني عبداللطيف ان قوات الامن تواصل من تقدمها بكرداسة وانها لن تتراجع الا بعد تطهيرها مما وصفها بالبؤر الارهابية ونقلت وكالة وانباء الشرق الاوسط عن مصدر امني بوزارة الداخلية تأكيده القبض على 48 من المتهمين المطلوبين والمشتبه بهم خلال الحملة واضف المصدر للوكالة انه من بين المضبوطين ثلاثة من المتهمين الرئيسيين بقتل ضباط قسم شرطة كرداسة في اغسطس الماضي وهم احمد عويس وعلي عبد المنجي وشهرته علي كبدة ويوسف عبد الرحمن الجندي وبحوزاتهم قنابل يدوية